يوم تلو الآخر ترتفع إحصائية استشهاد الأطفال بسبب سوء التغذية والمجاعة في مستشفيات قطاع غزة بسبب سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع وعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد أكثر من 30 طفلة وذلك بسبب أمراض سوء التغذية والمجاعة التي يشهدها القطاع أنفاس قصيرة متقطعة ونظرات زائغة تتساءل بها ليلة ذات شهرين بأي ذنب حرمت من الحق في حياة طبيعية ليلة الغزاوية التي كتبت لها أقدارها أن تولد خلال العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة تعاني من سوء تغذية حد فيما تحاول الأطقم الطبية في مستشفى كمال عدوان رعايتها الطبيب المعالج للطفلة أكد أنه طوال فترة عمله بوحدة العناية المركزة اعتاد على استقبال مثل تلك الحالات وبأعداد كبيرة كل يوم والنتيجة النهائية لتلك الحالات هي الموت خليني أعرج لنقطة مهمة أنه خلال عملي في هذا القسم في مستشفى شمال غزة اعتدنا على استقبال مثل هيك حالات بشكل يومي وبأعداد كبيرة والنتيجة النهائية للحالة وفاة وبالتالي أنا كخبرتي في المجال أو كعملي هنا إن استمرت على هيك الأمور بتروح لتدهر الأسوأ وفي جميع أنحاء غزة يعاني الجميع أزمة الجوع المتفاقمة خاصة الأطفال الصغار الذين يعانون من الهزال وسوء التغذية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلية في وضع العراقيل أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر